ما إن تخفط الأخبار الملوحة بكارثة اقتصادية حتى تعود مجددا بعد كل مرة تفشل فيها حيال الميليشيا التي تسعى من خلالها لتأجيل الانهيار عجز خانق في السيولة بالعملة المحلية يواجهه القطاع المصرفي بشكل حد قد يؤدي إلى انهياره للانهيار أسباب كثيرة أهمها أن الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني وهو القطاع النفطي يتم تداول عائداته في السوق السوداء خارج القطاع المصرفي كسلطة موازية بالإضافة إلى عزوف المستوردين عن التعامل مع البنوك بعد عجزها عن تلبية حاجاتهم من العملة وتوجههم للمصارف وتكديس الميليشيا للأموال لديها بعد سحبها فضلا عن التلف الذي أصاب كميات كبيرة تحذير سبق وأصدرته الحكومة اليمنية على لسان رئيسها مطلع الشهر الجاري حين قال أن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه نعدام للسيولة النقدية والاحتياطات المحلية وأن ما يسمى بالهدنة الاقتصادية سياسة بلهاء كونها تبقي على توريد جميع الإيرادات إلى البنك الخاضع لسيطرة الميليشيا فهل ما ستأول إليه الأوضاع من عجز عن دفع المرتبات الشهرية للموظفين كآخر ما تبقى من مظاهر الدولة المنهوبة ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر